اشتركوا في القناة والممثلات عليهم أو بتأثير الكثير من برامج المواهب المتنوعة التي باتت لا تحصى ولا تعد ولكن في الفترة الأخيرة حملت رياح التغيير اتجاهات مرعبة للعديد من الأطفال وكأنهم تجاوزوا مرحلة عمرية كاملة وأصبحوا يتنفسون على أرض الواقع ليس فقط لعرض المواهب ولكن أيضا لكسب المال والشهر بطرق مرهقة ومعالم طفول مدفونة تحت أكوام من مصحيق التجميل ومنتجات تجميل الشعر وأزياء قد لا تليقوا بأعمارهم يواجهون ضغط الأداء مع ساعات طويلة ومرهقة تمتص الحياة منهم في وقت مبكر جدا هنا نتساءل هل من الأجزاء المطالبة بتوقف البرامج المختلفة عن استغلال الأطفال التي تقترب من كونها شكل من أشكال الإتجار بالبشر وعمالة الأطفال ومنعهم من المشاركة فيها لما تحمله من آثار سلبية على طفولتهم التي تعتبر المرحلة العمرية المقدسة في حياة الإنسان